الحقيقة الدنيا بقت خلاص يعني أجواء رمضان بتسيطر علينا من كافة الأنحاء وده مش يعني حاجة محببة جداً للمصريين المصريين دائماً يستقبلون هذا الشهر الكريم بكل المراسم الخاصة سواء في البيوت أو في الشوارع وأنا جاية كده وبسمع القناة الأولى بسمع طبعاً الأغاني الحلوة بتاعة شهر الرمضان واللي تعملت خصيصاً والغريب أن أنا لما رجعت للتواريخ لقيت أن الأغاني دي في معظمها تقريباً كانت في فترة الستينات يعني كان في زخم كده في الكتابة وكان في حماس فمثلاً بنغني مثلاً إحنا دايماً نستقبل على صوت عبد المطلب أهلاً رمضان أو رمضان جانا أول ما تسمع رمضان جانا تعرف خلاص أن إيه ثبت هلال شهر رمضان وبعدين تبدأ بقى تسمع حاجات رمضان التانية الحلوة بيجي مثلاً في النص الأخير والله بدري بدري يا شهر السيام وهين تسمع برضو هاتو الفوانيس محمد فوزي ده في نص رمضان أو في بداية رمضان بتبدأ تغنيها صباح غنت حلو يا حلو فيه السكتش العظيم ما بين صباح وفؤاد المهندس اللي كله فعلاً لايق على البيوت المصرية بشكل كبير تقص كثيرة جداً بتبقى موجودة والغنى بجد حلو أنديل كمان غنى لرمضان طبعاً يعني إحنا استمتعنا بالملحن العظيم سيد مكاوي في المساحرات عمل أكثر يعني حلقات عظيمة جداً المساحرات كلها خاصة بالشهر الكريم فحتلاقي كده في مكتبة رمضان مجموعة من الأغنيات مفيش أحلى من كده وكلها في استقبال الشهر الكريم حتى حتلاقي التوشيح بقى يعني النقشباندي صوت النقشباندي أول ما تسمعه وتعرف أنه رمضان مولايا مولاي أول ما تسمعها تحس كده بالروحانيات الجميلة هو ده التميز اللي موجود حقيقي في مصر وموجود كمان على الشاشات المصرية وعلى الراديو فتحس أنه في حالة كده جميلة حتى صناع الفوانيس بدأوا يستخدموا نفس الأغاني ونفس الشخصيات يعني حتلاقي كده في الشاشة شخصيات رمضان الكارتونية وشخصيات رمضان اللي اتعاملت وأصبحت جزء من التراث حتى الحديث يعني إذا كنا قدروا من الستينات أو السبعينات أو التمانينات يعملوا تراث تاني فني فبقى فيه تراث حديث هتلاقي مثلا بوجي وتمتم بكار أنا النهاردة مثلا الحقيقة رحت معرض الورود الموجود في الأرمان والحقيقة لقيتهم عاملين زي الملابس بتاعة بكار حاجة جميلة وبديعة والولاد بيلبسوها وحاجة حلوة شايفين مثلا الطفلة الجميلة كلها حاجات خاصة جدا برمضان يعني ده شهر حبيب المصريين والمصريين بيحبوا يحتفوا بيه جدا وإن شاء الله كل الناس تبقى سعيدة بيه اشتركوا في القناة